برنامج دعم الإيجار الحكومة في فيينا قررت بس عملية تغيير طريقة الدفع وإن كان عملت برضو عملية مد للاستفادة من هذا الموضوع اللي هو الإيجارات المتأخرة بدل ما بيحصل عملية طرد للمستأجر حكومة فيينا كانت بتتحمل المتأخرات من الإيجارات عليه ولكن الأول كانت بتدفع المتأخرات للمستأجر بس تقريباً المستأجرين كانوا بيستخدموا الفلوس دي في طرق تانية وما يدفعش برضو الإيجار فطريقة التغيير هنا هتم عملية دفع الإيجارات المتأخرة لأصحاب العقارات مباشرة نعم نعم يعني بصراحة هاي مبادرة جيدة يعني فونوك بزخرونج بلوس من بلدية فيينا بصراحة برأيي هذا برنامج هام للغاية من بلدية فيينا وبالتالي يستطيع كل شخص متعسر مالياً يعيش على الحد الأدنى من الدخل لا يستطيع دفع إيجار منزله فعلياً أن يحصل على هذه الفرصة وأن يعني فعلياً يحصل على دفع مالية ما فبالتالي بيقدر أنه يتجاوز المشكلة يبتطرد من المنزل طبعاً بيكون عنده إثباتات معينة أنه هو بيعاني فعلياً ما عنده دخل أو دخله أو المصاري يعني ما عنده شيء بيحسابه أو على الأقل يعني مش قادر يواكب زيادة الأسعار والحيال المعاشية المعتادة فبالتالي فيينا بهاي المبادرة الجيدة من عمدة فيينا بصراحة قال أنه نجاح برنامج مؤكد التزام المدينة بمساعدة المستجرين في أوقات الأزمة ولكن هم مغيروا طريقة الدفع طريقة التعامل كانوا على يبدو سابقاً يحولوا المبلغ للمتضررين أو اللي عندهم مشاكل لا إلا أعطيني رقم حسابه لصاحب الشقة ويتم تحويل المبلغ فبالتالي مبادرة جيدة وهذه عملية تتضبط أنه تحويل المبلغ للأشخاص مباشرة هذا برأيي أنا حركة ذكية جداً وهي شيء ضروري وهتشكر عليها مدينة يعني نتمنى أنه مش بعد ما هم أقدموا المساعدات نشوف أنه بعد كم شهر أنه فيه شرطة شرطة المساعدات بتضبط ما هي دي عملية الاستغلال السيء لتقديم المساعدات في ناس بتتذاكى وبيدفع تمانها اللي هو بيلتجاهوا بقى لتخفضها أو وقفها والرغم أنه بيكون في هناك ناس محتاجة لها صحيح